اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المستمرة عن عملية طوفان الأقصى التي بدتها فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالت طبعا مستمرة وتكبد خلالها الاحتلال خسائر فادحة حيث قتل المئات من جنود الاحتلال وايضا من المستوطنين اضافة الى اصابة المئات منهم وايضا في نفس الوقت كثفت في قوات الاحتلال قصفها على قطاع غزة ما ادى الى سقوط مئات الضحايا والاف الجرحى من بينهم طبعا اطفال ونساء طبعا استمرار معارك طوفان الأقصى وتواصل الاشتباكات حسب المصادر من هناك بانه هذه الاشتباكات في مواقع ومستوطنات الاحتلال في رابع يوم على معركة طوفان الأقصى وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن ارتفاع حصيلة القتلى في غزة والضفة الى 704 منذ يوم السبت الماضي السابع من اكتوبر وايضا القصف على غزة حيث تتواتر الانباء من هناك بانه مقاتلات حربية للاحتلال تدمر مسجد السوسي في مخيم الشاطئ الغربية قطاع غزة من جهتها منظمة هيومن رايس ووش تصريحات غلانت وزير الدفاع بشأن حصار غزة مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب حيث قال وزير الدفاع الاسرائيلي بانه سيتم قطع جميع الخدمات عن قطاع غزة من ماء وكهرباء ووقود وهذا الامر سوف يسبب ربما ارباكا شديدا لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون الى ابادة جماعية من خلال القصف المستمر من طيران الاحتلال الاسرائيلي غوتريش المجتمع الدولي يعرب عن قلقه من الوضع في غزة وايضا يطالب الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي معركة طفان الاقصى هناك دعم غربي هناك دعم غربي من قبل الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا اعربوا صراحة يوم امس عن دعمهم لاسرائيل في هذه العملية عملية القصف على غزة والذي خلف بطبيعة الحال المئات من القتلى والجرحى من السكان الفلسطينيين صورة اسرائيل التي لا تقر على ايدي المقاومة قد قهرت على ايدي المقاومة الفلسطينية وايضا حيث ان المقاومة الفلسطينية اخترقت واحدا من الدفاعات الانظمة الدفاعية الاقوى على مستوى العالم مشاهدين الكرام سوف نكون معكم في هذه التقطية وضيوفنا حيث سيكون معنا في هذه التقطية من غزة مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية مفيد ابو شمالة ومن غزة عبر سكايب الخبير العسكري والامني اللواء محمد المصري وايضا سينضم الينا لاحقا وايضا عبر سكايب من الدوحة الاكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني اديب زيادة مشاهدين الكرام بالنسبة حيث لم تمر ساعات على انطلاق عملية طفان الاقصى في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث بدأت التصريحات الغربية التي تهدد بتصاعد الوضع خاصة وان هناك احاديث تتحدث في اروقة الحكومة الاسرائيلية عن ربما تطبيق هجوم بري واسع على قطاع غزة كالذي حدث عام 1982 على العاصمة اللبنانية بيروت ايضا هناك اعود غربية حثيثة من اجل امداد اسرائيل بمزيد من السلاح والعتاد بعدما ظلت طوال عقود تصور اسرائيل على انها القوة التي لا تقهر في المنطقة ما زالت الاشتباكات مستمرة ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من وطأة الصواريخ التي تطلق من الطائرات الحربية الاسرائيلية ايضا هناك الحاملة حاملة الطائرات الامريكية فورد حيث تحركت وستصل ربما في الايام القليلة المقبلة الى شواطئ البحر المتوسط وايضا يعني على متنها حسب التقارير الواردة من هناك ما يقارب 25 طائرة مقاتلة اتت من الولايات المتحدة لدعم اسرائيل في حربها على قطاع غزة مشاهدين الكرام سنذهب الى هذا التقرير الذي يوضح لنا ما هي المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة فلنتابع هذا التقرير صورة للقوة التي لا تقهر رسمت على مدار عقود ساهمت بصناعتها ماكينات اعلامية غربية مؤيدة لاحتلال فلسطين دعمتها بكل انواع السلاح وباحدث التكنولوجيا وحاولت ان تصور استحالة هزيمة كيان بنته ورعته على عينها تلك القوة التي بنيت في عقود انهارت في ساعات بعدما اشتاحت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة مخترقة واحدا من اقوى انظمة الدفاع على مستوى العالم بكل ما يملكه من وحدات رصد وتجسس ومراقبة وترسانة مدججة بالاسلحة المتطورة لم تستوعب اسرائيل الواقعة ومن ورائها قادة الغرب الذين تخلوا عن كل لياقتهم الدبلوماسية المتعلقة بما يسمونه رعاية السلام في الشرق الاوسط فراحوا يبشرون بوعود الدعم بكل انواعه لا سيما العسكري فالرئيس الامريكي جو بايدن قال ان دعما اضافيا سيصل اسرائيل في الايام القادمة في حين اعلن وزير دفاعه لويد اوستن ان الولايات المتحدة ستنقل حاملة الطائرات جيرارد فورد الى المنطقة وتزود اسرائيل بما تحتاجه من عتاد وامعانا في الانحياس طالبت المرشحة الجمهورية المحتملة للانتخابات الرئاسية الامريكية نيكي هيلي طالبت بانهاء غزة وتحويلها الى جحيم هيلي ذات الاصول الهندية والتي شغلت سابقا منصب سفيرة واشنطن في الامم المتحدة قالت انما جرى في غزة هجوم على الولايات المتحدة وليس على اسرائيل فقط بحسب تعبيرها وعلى هذا المنوان نسجل عديد من زعماء الغرب حيث اضاءت عدد من العواصم الاوروبية معالمها بعالم الاحتلال وذلك اثر اعلان حكومة نيتنياهو حالة الحرب للمرة الاولى منذ حرب تشرين الاول اكتوبر عام 73 بينما تتعالى الصرخات عن خسائر الهجوم متجاوزة مشاهد لا تعد من الانتهاكات على يد جنود الاحتلال ومستوطنيه على مدى عقود لم تترك فيه جريمة الا وارتكبت وانتهاكات لا تحصى ما سال الفلسطينيون يدفعون ثمنها الى اليوم اذا المشاهدين الكرام لكم التحية من جديد حيث نستمر في تغطياتنا المستمرة عن عملية طوفان الاقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية ومازالت مستمرة تكبد فيها الاحتلال خسائر بالمئات من القتلى وايضا بالمئات من الجرحى وايضا حيث قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف قطاع غزة على مدى الاربعة ايام الماضية نراحب بضيوفنا وهم كل من الاستاذ مفيد ابو شمالة وايضا اللواء محمد المصري والدكتور ديب زيادة ابدأ معكم استاذ مفيد حياكم الله بداية لو تطلعنا على اخر تطورات المشهد في غزة طبعا مع استمرار قصف جيش الاحتلال للقطاع يوم امس كان شديدا جدا القصف الذي مارسته قوات الاحتلال الاسرائيلي تفضل استاذ مفيد يعني بداية في هذه الاتناء عدد الطائر طائرات دخل اجواء مدينة غزة قبل قليل وهو يبدو على ما يبدو يحضر لسلسلة من الهجمات والغارات الجديدة خاصة وانه في الساعة الماضية قام بقطش منزل في جباليا موقعا عددا من الاصابات ومنزل اخر في حي الزيتون في شرق مدينة غزة وبناية ايضا في غرب مدينة غزة ثلاثة اهداف في الساعة الماضية الليلة الماضية كانت الاسسا بامتياز عندما دمر احياء بكاملها حي الرمال الذي توسط مدينة غزة وهو يعني يشبه العاصمة الاقتصادية حقيقة لمدينة غزة بمعنى ان هذه هي المنطقة الحيوية التي يتركز فيها الحركة التجارية للمدينة ضربت بالكامل بمعنى انها متحة ومنطقة ما طارت في الكتيبة ايضا ومربع انصار غرب المدينة ضربة بالكامل واحياء كثيرة قام الاحتلال بيعني ضربها في الصباح كان الاحتلال يضرب الحدود الشرقية بالكامل ايضا كان يحدث الشكل مما يشبهها الارض المحروقة شرق مدينة غزة وطود احتياج الفاصل يبدو انه يمهد لمسألة ما يدعي بانها اعادة نشر لقوات تمهيبا بدخول في مرحلة من الغزو البري لقطاع غزة لكن كل هذا بطلب الحال سابق لأوانه في هذا التوقيت خاصة وان الاحتلال لم ينهي مسألة طوفان الاقصى التي لا تزال مستمرة ويتم دعمها وتعزيزها من قبل المقاومة الاحتلال يضغط على المدنيين هنا في غزة يضغط على المقاومة من خلال تكثيف الضرب للمدنيين احطائية الشهداء التي اعلنتها وزارة على الساحة تجاوزت 704 شهداء بينهم 104 نساء و151 طفل وايضا كان هناك حديث عن سبع شهداء من الصحافة اعلنهم من مكتب علام الحقومة طوال الحملة ثلاثة منهم قضوا او ارتقوا الليلة عندما كانوا يغطونا يحاولون ان تغطي قصف لبناية سكنية لعائلة حجي وتوقفوا في مقابلها عند بناية تسمى بناية بابل وبدلا من ان يقصف بناية حجي قام بقصف بناية بابل التي يتمركز ساعتها الصحفيون فقدوا شهداء هذه صورة الحال على الصعيد الامني او الميداني من قبل ما يقوم به الاحتلال قبل الساعة ايضا عند الساعة الحادية اعلنت قطار القسام انها رشقت او قامت باطلاق رشقة صاروخية باتجاه فيدروت فيدروت هي قلب الاشتباه المستمر لا يزال من قبل نقرة القسام الموجودة في الصقوف المتقدمة داخل اراضينا المحتلة عام 48 وهي العملية التي بدأت القسام الساعة السادسة طباح يوم السبب قبل اربعة ايام وبالتالي اقول ان هناك تتواصل العمل الميداني والعملية كما تقول القسام مستمرة وتحقق انجازات وفقا للخطة الموضوعة منذ سنوات تفضل طيب دعني ارحب باسمكم استاذ مفيد بسيادة اللواء سيادة عفوا بالدكتور اديب زيادة استاذ دكتور اديب زيادة حياكم الله مرحبا بكم في هذه التقطية اهلا بك يا خيام حياكم الله دكتور يعني نلاحظ ان هناك دعما غربيا منقطع نظير لقوات الاسرائيلية على سبيل المثال يعني اعلنت كل من امريكا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا يعربون عن دعمهم الكامل لاسرائيل في هذه المعركة معركة الطفان الاقصى هذا الدعم هل سيغير ميزان القوى دكتور حقيقة الموقف الغربي الذي صدر مؤخرا البارحة او اليوم ليس غريبا على الغرب وليس غريبا على امريكا وليس غريبا على كامل اوروبا لان الكيان للصهيونت كما تعلمون هو اساسا صنيعة الغرب صنيعة بريطانيا صنيعة امريكا صنيعة المانيا صنيعة الغرب عموما ولولا المدد الذي كان يأتي من الغرب لهذه الدولة طيلة الفترة السابقة لما رأينا اسرائيل ولما لا رأينا هذا الكيان في هذه الوضعية حاليا اعتقد ان مسألة البيان الذي صدر مؤخرا هل سيغير من موازين الكوى حقيقة موازين الكوى لا تقاس بالمرة بالمسألة المادية الماديات هو في اختلال كبير جدا في الماديات بين ميزان القوى الموجود في الجانب الفلسطيني والجانب الصهيوني يعني هناك اختلال كبير جدا ولذلك المسألة ليست مسألة ماديات وليست مسألة أسلحة وعتاد ولكن المسألة مسألة معنويات وإيمان بالقضية وإيمان بالهدف الذي تسعيه كل طرف من الأطراف الغرب يعلم أن هذا الكيان مصنوع صناعة والغرب يعلم أن هذا الكيان غريب على المنطقة وإسرائيل تعلم أنها موجودة في محيط ليس محيطها وليس مكانها وليس هو المستقر لها في الأخير وفي المقابل الفلسطيني يعلمون تمام العلم أنهم هنا أبا عن جد والمكان مكانهم والوطن وطنهم والبيت ويتهم لذلك إيمانهم بقضيتهم سيجعل من ميزان القوى الذي يتحدثون عنه بالمعنى المادي ميزانا مختلا لصالح أولئك الذين يؤمنون بأن قضيتهم حية وأن قضيتهم لا زال هناك رجال يقاومون ويدافعون عنها حتى النهاية لذلك أعتقد أن الموقف الغريبي ليس موقفا غريبا ولا ينتظر أصلا من الغرب أن يكون موقفه غير ذلك بالعكس هو الغريب أن يكون هناك في المقابل موقف عربي مترهل وموقف عربي متخاذل وموقف عربي مستسلم وموقف عربي حتى ربما بين قوسين خجول جدا في أضعف الحالات ربما نتحدث عنه تجاه ما يحصل في قطاع غزة الذي يحصل الآن عبارة عن مجازر كبرى جرائم حرب تحصل بحق المدنيين في قطاع غزة وفي المقابل للأسف لا نجد هناك موقفا عربيا قويا يعبر عن حقيقة ما يحصل ويعبر عن حقيقة أن هناك أم عربية أو حتى بين قوسين نظم عربية تسند أو على الأقل ربما تبدي انزعاجها مما يحصل على أرض قطاع غزة لذلك يا أخي العزيز لا أعتقد أن المشكلة الغرب هي مشكلتهم العكس والغرب منسجم تماما مع ذاته أمريكا منسجم مع ذاته الغرب منسجم مع ذاته ولا يجد في ذلك غرابة حقيقة أستاذ مفيد الدكتور سعود إليك في وقت لاحق أنت مستمر معنا في هذه التقطية أستاذ مفيد وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت حصار إسرائيلي أعلنه على قطاع غزة متمثل بقطع الكهرباء منع الماء والوقود ما هي تدعيات هذا الحصار وهذا الخنق إنجاز التعبير على الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة الجديد فقط في كل ما تطرح به الوزير الإسرائيلي هي نعته الفلسطينيين بالحيوانات وهذا هو الجديد الذي يجب أن يحاسب عليه اليوم أما بالنسبة لقطع الكهرباء وقطع الماء وقطع الغذاء عن قطاع غزة فقطع غزة يعيش في حصار لأكثر من 18 عاما وبالتالي الحديث كأن المسألة وقعت اليوم مسألة العقوبات الجماعية تمارسها بابد الاحتلال اليوم بحق الشعب الفلسطيني فهذا غير صحية الشعب الفلسطيني تعرض لحصار مطبق منذ أكثر من 18 عام وهو شكل أشكال الجريمة بحق الجماعية جريمة جماعية بمعنى أنها ضد كم كبير من السكان أكثر من 2 مليون نسمة يمنعون من الحركة حسب القانون الدولي يمنع عنهم المواد الأساسية يمنع عنهم العلاج يمنع عنهم تلقي العلاج الطبي في الخارج بطريقة ثالثة عندما تكون هناك مشاكل صعبة ولا يمكن حلها للمرضى في داخل قطاع غزة هذه كلها جرائم ومات الكثير من المرضى يعني مات مرضى سرطان مات مرضى الكلة مات مرضى من أنواع مختلفة من الأمراض بالسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب الذي ناتج عن الحصار ومات كثير من الخدج في حاضنات الأطفال أحيانا كثيرة عندما كانت لا تتوفر كمية الكهرباء اللازمة لإبطائهم على قيد الحياة إذن هذا ليس جديدا هذا التهديد ليس له معنى بالنسبة للغزيين فهم يعيشون أشكالا منه منذ عقدين تقريبا وبالتالي أن المسألة هي مسألة انتقام هذه ليست طبيعة دولة وإنما طبيعة أصابة إرهابية مجرمة تمارس الإرهاب بحق الشعوب وهي تحاول الادعاء لأنها لا تزال هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في المكان ضغم ما تعرضت له كرامتها العسكرية من إهانة على يد عناصر القسام أنا أقول أن القسام في هذه المرحلة خلال الأيام الأربع الماضية قضى على القوة العسكرية التي كانت تتحكم في مجريات الأحداث في خارج قطاع غزة ضرب أكثر من أحد عشر سكنة عسكرية ذات فئات متخصصة ومن ضمنها موقع الفجأ الذي يخدم وحدات متعددة من الجيش الإسرائيلي جولاني وجفعاتي ومشمار جفول وغيرها وكل الوحدات أيضا ضرب وحدة الشاباك المعلومة المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال عندما سيطر على وسائق معبر بيت حنون إيرز ما يرى في معبر إيرز واعتقل أيضا من المشغلين للعملاء في هذه العملية إذن هناك ضربة أمنية وضربة عسكرية وضربة متعددة وأيضا الفستاعات الأولى قام بتعطيل المطارات العسكرية التي تنطلق منها الطائرات عندما استهدفت هذه المطارات خلال الضربة الجوية الأولى للصواريخ بأكثر من خمسة آلاف صاروخ في أقل من عشرين دقيقة لا تزال المعارك مستمرة ولا تزال هناك مسألة زكيم التي ذهبت إليها زوارق من كتاب القسام أكثر من خمسة زوارق ووصلت إلى شواطئ زكيم واشتبكت مع العدو ولا تزال موجودة هناك وتسيطر ربما هي على ميدان المعركة ده عكس الرواية التي يتبنها الاحتلال بأنه بين مزدوجين قام بتطهير زكيم معركة تطهير التي يخرج لها الاحتلال وتهدف لها الحكومة الأمنية المصغرة على لسان نتنياه قبل يومين وهي أهم هدف تطهير هذه المستوطنات مستوطنات ما يعرف بغلاف غزة وعددها 12 مستوطنة وأحد عشر موقعاً أكرياً أي 23 مركزاً كاملاً فيعيد تطهيرها هي مسألة ليست تهلة يدعي الاحتلال أن ما تبقى من اشتباكات يتمركز في ست نقاط فقط والوقاع على الأرض وما يتحدث عنه القشان بيعك ذلك تماماً نعم سيادة اللواء سلام عليكم سيادة اللواء أنا سامعك صديقي نعم سيادة اللواء يدور الآن حديث عن حشود عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة يعني هنا في قناة رافدين قمنا باستضافة على مدى أربعة أيام من عملية طفان الأقصى العديد من المحللين السياسيين والعسكريين وخاصة عسكريين يستبعدون أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بغزو واشتياح بري لقطاع غزة على الاعتبار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستدخل في حرب شوارع وهي لا طاقة لها على ذلك هل تتوقع أن يحدث اشتياح بري عسكري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية العلوم العسكرية أعتقد لا يمكن استبعاد أي خيار أو أي سيناريو في أثناء معركتك والتدامكية في الواقع تفرض عليك أشياء ومتغيرات وبالتالي إذا وجد الاحتلال نفسه مجبرا ولم يستطع ترميم سرطة التي وقعت واهتزت والجيش داوت الاحتلال الآن مهان جدا بعد ما قاموا فيه مقاومينا وما فعلوا فيه في سبعة عشرة لذلك ممكن كل شيء يؤاد وخاصة مقام به نتنياو من تجهيد المجتمع الدولي المنافق والذي سمع له لبايدن بدلا ما يبعث بمواضرة سلام لحل المنطقة وتابعة يعني حاملة طائرات تحاصر قطاع غزة ويريد أن تبقى الحالة الصراع والدمو الموجودة بس فقط ما بين كل الاحتلال ومدائم أسلحة وقطاع غزة حتى يحرم الدعم الخارجي أو دعم أبناء شعب ما كان بالضفة ولا القدس وهي منطقة تانية ممكن جدا أن يذهب بنتنياو وحكومته الفاشية إلى عملية برية لكن لا أعتقد أن ينجح هذا أن يذهب صحيح عنده بس يحقق أهدافه لا أعتقد لأنه بالتأكيد المعركة البرية أفضل بكثير لنا كفلسطينيين ومقاومينا أن أبقى لقصف الجو بهذا الشكل عنيف وتدمير المجتمع الفلسطيني وكل إمكانياته ومقدراته الذي عمل جاهدا عليها الآن قرى ومناطق أبيدت كاملة لكن قوته وجرأة المقاتل الفلسطيني هو يعني يرغب بمواجهة عدوه مباشرة وليس من السماء لكن بالرغم من ذلك إذا قلنا أنه إمكانية خيار الاشتياح البري صعبة عليهم ممكن تقسيم غزة بالنيران ممكن تخول البري في منطقة جانب واحد يمكن شمال غزة لوحدة ممكن شمال شرق غزة لكن أنا أعتقد العملية في بدايتها وهذا الجيش المهزوم الآن والذي يعني أستطاع مقاومينا أن يكشفوا عورته أمام كل المجتمع وكمان حلفاء في العالم بأن الفلسطيني قادر على ضربك بالعمق استخباريا وعملية عسكرية وأمنية معقدة وأبناءنا كانوا بالجرأة الكاملة لتركت أثارها النفسية على جيش الاحتلال يمكن لعشر سنوات قادمة لا يستطيع نرممها صورة النصر نحن كفلسطين حصبنا عليها حصبنا موضوع الأسرى وأصبح هذا الموضوع قلب ظهورنا لأنه سيتم تبيض السجون من أسراننا إن شاء الله حتى المستوطنين سيكونوا مجبرين إذا ذهبوا للإستيطان وليس بخيارهم لأنه يكون فيش أمامهم مفر ولكن لن يعودوا إلا خائفين مرتعبين كقيادة العسكرية والأمنية أنا أعتقد المعركة لا أستحقاقها وصانع القرار الذي أتخذ القرار ببدء العملية العسكرية الفلسطينية والأخ محمد ضيفة أعتقل لديه الخبر الطويل جدا كان واضحا بين المعركة تراد لها يعني كمان داعم من كل الإخوان والإمكانيات من شعبنا وأيضا شعوبنا العربية وحركة المقامة في الوطن في المنطقة بذلك نقول المعركة الطويلة مزيد من الصبر أنا أعتقد نحن سجلنا موقف فلسطينيا لن يمر ومرش ولن يمر في التاريخ من تاريخ قيام الدولة العربية حتى الآن لا أحد تجرأ أن يهاجمها في الداخل ولا يوقع فيها هذه الخسائل ولا وقت العملية لا زمانة ولا مكانة مقاومين استطاعوا أن يفعلوا ذلك وهذا يدرس في العلوم العسكرية وفي المدارس العسكرية فيما بعد شرف لنا كفلسطينيين أن نكون في الطليعة ومقام بها أبنائنا أعتقد ستعطي الدفع معنوي إلى الأجيال القادمة ويبنى عليه لا نقول هذه المعركة ستحرر فلسطين ولكنها إنجازا عظيما بالنسبانا ونصرا كبيرا على جيش الاحتلال الذي كان يعتقد بأنه الجيش الأول في المنطقة والذي لا يهزم ولا أحد يتطاول حتى عليه وكثير في المنطقة وفي خارج المنطقة يراهنوا على هذا الجيش شكلهم حماية نحن نقول كفلسطينيين هذا الجيش لا يستطيع أن يحمي حتى مستوطني في الداخل لذلك هذه المعركة من معركة الفلسطيني والكل الفلسطيني وعلينا كفلسطينيين أن لا نترك للاحتلال مجالا للاستفراد بشعبنا في قطاع غزة ومقاومتنا وبنفس الوقت على أمتنا وعلى كل الناس الأحرار في العالم أن يقوموا ذو فعلا جيدا حتى يوقفوا المصدر التي يريد الاحتلال ارتكابها لتبيض صورته أمام شعبه أو أمام حتى المجتمع الدولي الذي يعاتب الآن سيد تليواء نعم سيد تليواء مشاهدين الكرام ضيوفنا سنذهب إلى مقتطف من كلام السيد البروثي حول عملية طوفان الأقصى وأيضا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فلنتابع هذا التصريح وقفوا 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 because if you have been read as declarations of Netanyahu that he will liquidate the Palestinian rights and the Palestinian cause by normalization with Arab countries, I think Hamas mainly attacked military establishments, military installations. And most of the people they have arrested and taken as war prisoners are military people. I do not accept attacking any civilian. I do not accept that Israelis attack our civilians But look at what Israeli planes are doing now in Gaza They are bombarding houses They are bringing down to earth And you've shown that on your screen Whole apartments, whole buildings, high-rise buildings Are brought down to the ground Dr. Adeeb Moustapha'l-Burguthi He says that the attack of Hamas is a good thing And he says that Israel is the one who is going to be in Gaza And he also says that the attack and the resistance and the resistance On the attack is a natural threat to the people who are involved in the government To the people who are involved in the government He also says that the attack of Hamas is a threat to the government By the way, it is a threat to the government لأن المقاومة في غزة قد بددت أسطورة التفوق الإسرائيلي وأيضا في رده على سؤال حول التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الفلسطيني قاطبة في قطاع غزة قال البرغوثي إن التهديد الحقيقي للفلسطينيين نابع من المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي كيف تعلق على كلام السيد البرغوثي الدكتور أديب في الحقيقة الإعلام الغربي مسكون بالصهيونية ومسكون بالرؤية الصهيونية ومسكون بالبصيرة الصهيونية لذلك ينظر إلى كل ما يحصل على الأرض بالعدسات الإسرائيلية ولا يتجرأ ولا يسمح لنفسه أن ينظر إلى الحقيقة كما هي ما تحدث به البرغوث هو حقيقة الواقع أن المقاومين في غزة عندما داهموا المستوطنين الإسرائيلية بشكل أساسي قاموا باحتجاز أو بالدخول وباكتحام 11 قاعدة عسكرية وقاموا بتحييد كتيب التغزة المخصصة من جانب العسكري لإدارة الوضع على غلاف غزة وما رشح من صور وما رشح من إعلام وما رشح من مقاطع فيديو صورتها كتاب القسام نفسها وسائر من وصلوا إلى هناك تنبئ بأن ما حصل هو مواجهة مسلحة مباشرة مع العساكر بشكل أساسي ومع من هم مرشحون أن يكونوا عساكر أيضا أما المدنيون بما يتعلق به كبار السن وبالأطفال وبشيوخ وبالنساء تحديدا لم يمسوا أنا قبل قليل فقط شاهد مقطع تتحدث فيه إسرائيلية للتلفزيون الإسرائيلي تتحدث كيف دخل المقايمون إلى منزلها ثم اقتحنوا الملجأ الذي كانت تختبئ به وإذا بها فقط هي وطفلين أخذت تصرخ وتبكي فقالوا لها مباشرة قالوا لا تخافي لا تقلقي نحن مسلمون نحن مسلمون لا نقتل الأطفال لا نقتل النساء وبقيت كما هي حتى أن أحد المجاهدين رأى الموج على الطاولة موز فاستأذن منها قالها هل أستطيع أن أكل واحدة فقالت بالتأكيد وتركوها وأغلقوا الملجأ ثم خرجوا من المنزل بعد أن مكدوا به ساعتين فيقول لها المراسل فقط هذا ما حصل قالت العم فقط هذا ما حصل لذلك والمشاهد الكثيرة التي رأيناها فيما يتعلق بين كبار السن أو الشيوخ أو الأطفال لم نرى هناك مواجهة مع هذه الفئة من الناس وإنما وجدناها مع الشباب مع الجنود مع الضباط والأسرة والقتلة سقطوا من هذه الفئة تحديدا والجيش الإسرائيل نفسه أعلن وأفصح عن مجموعة كبيرة من الأسماء لحد الآن لحد للحظة هذه قرابة 150 جندي وضابط إسرائيل تم الإفساح عن أسمائهم بالإضافة إلى 40 أو 50 شرطيا تم الإفساح عن أسمائهم لذلك ننتظر أصلا ببقية الأسماء التي ستفسح عنها الكيان الصهيوني لذلك ما حصل هو حقيقة مواجهة مسلحة مباشرة تم امتلك فيها الفلسطينيين كل معالم الفروسية في القتال والبطولة في القتال والشهامة والمروءة في القتال لم ينزل المستوى الحقير الذي وصل إلى صهينا في مواجهتهم لآن ما يحصل في قطاع غزة يستهدفون النساء يستهدفون المساجد يستهدفون المستشبعيات يستهدفون المنازل يستهدفون الأسواق يستهدفون المحلات لم يتركوا حجر على الحجر وإنما يستهدفون بشكل أساسي رفع الكلفة على المدنيين الفلسطينيين حتى يضغطوا على المقاومة أن تكف عن ما أي عليه لكن خسئوا لأن هناك الحاضرة الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة وفي سائرة عم فلسطين وأعتقد أن أيضا محيطنا العربي والإسلامي أعتقد تمام الاعتقاد بأن هذه الفئة الصغيرة في عددها الكبيرة في فعلها العظيمة في بطولتها هذه فئة محتضنة من كافة أبناء شعبها محتضنة من كافة أبناء أمتها ولا أعتقد أن الزمان سيطول بنا حتى نرى هناك فتوحات كثيرة على أيدي هذه الفئة وغيرها أستاذ مفيد الدكتور أديب قبل قليل وصف الموقف العربي بالخجول وإيضا حسب ما نتابع في نشرات الأخبار هناك من يدعو إلى ضبط النفس وهناك من يدعو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات هناك من يدعو المجتمع الدولي أن يقف في حالة هذه الأزمة وأيضا هناك من يطالعنا ببيانات عبر منصات التواصل الاجتماعي ولكن هل ستبقى الجامعة العربية مستمرة في صمتها إذا القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة والتي تمارس بطبيعة سياسة الأرض المحروقة أستاذ مفيد يعني بداية قبل أن أذهب إلى دور العربية الذي أراه هزيلا وسيستمر على هذا الضور هي دعت إلى اجتماع غدا فيوقع على ما يبدو لمناقشة تطورات المشهد ولو كان المشهد بالمناسبة يقف الفلسطينيين والانتاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى وهذا حصل منذ بداية شهر سبتمبر ولغاية 7 أكتوبر كانت هناك هذا موسم أعياد استباح فيه الاحتلال المسجد الأقصى على الدوام ولم تتحرك هذه الجامعة ولم تتحرك هذه المؤسسة العربية التي باتت في حالة من الشيفوقة والعدمية لم نسمع لها أي تأثير حقيقة في المشهد الفلسطيني منذ زمن ولا نعول عليها كثيرا لكن أريد أن نشير إلى ما تحدثت عن صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم من وجود ربما وساطات روسية وقطعية وغيرها من الدول تحاول على الأقل تهدئة الأوطاع أو الحصول على تهدئة أنا أريد أن نشير إلى الموقف المقاومة المقاومة تقول أنها مستعدة لمعركة لست شهور وأنها لن تصاوض على الأسرة خلال القتال بمعنى أن مسألة الحديث عن مبادلة الأسرة في هذا التوصيد السابق لأوانها وستتؤجلها إلى حين انتهاء المعارك هي تدعم بتعزيزات مستمرة لمقاوميها في الميدان داخل قطوط الخطة أو بتاعت احتياج الفاصل الذي تجاوزته الوحدات القسامية منذ يوم السابق وبالتالي هناك حالة من استمرار القتال فيما يخص الاحتلال الاحتلال يقول بأنه يستعد للحرب الغذية كما أعشرتم أنا أريد أن أعلق على هذه الجزئية لأن الاحتلال لن يكون قادرا على قوة مثل هذه الحرب لأنه بالأساس يهرب منها إلى قطاع غزة وقطاع غزة أريد أن أشير تاريخيا إلى أن رابين قال عام 1993 أريد أن أستيقظ ولا أرى هذه المنطقة الجغرافية مما تشكله من ألم ووجع لدولة الاحتلال شارون من بعد قال في عام 2005 كان يتحدث عن أن نتفاريم وهي مستوطنة أخلية من غزة عام 2005 بالنسبة لي كتل أبيد وأنا أريد البقاء فيها كما نريد البقاء في تل أبيد بعد هذا عامين في عام 2005 هذا الكلام كان في 2003 في 2005 أعلن انسحابه من نتفاريم ومن كل المستوطنات من قطاع غزة قطاع غزة يشكل أبقا على دولة الاحتلال ولا أظن أن دولة الاحتلال تستطيع المنطقة في قطاع غزة أو العودة إليه إلا إذا ليس تتخلص من حماس وإنما تتخلص من كل الفلسطينيين في قطاع غزة هذا ما تستطيع دولة الاحتلال أما أن تعود وتنتصر فهذا مشروف فيه النخب العسكرية قتلت في معارك القسام في السكانات العسكرية التي سيطر عليها القسام جيش الاحتياط الذي يريد تجنيد نتنياهو لن يكون بنفس المستوى من الكفاءة ولن يستطيع مواجهة المقاومة الفلسطينية التي هي يعني تعتبر ميدانها غزة وكان أبو عبيدة ماضح باسم القسام قال أمس تعليقا على هذه الجزئية لأن 19 جنودنا يتوقون إلى مواجهة الاحتلال في داخل ساحة سياتي اللواء حركة حماس تقول أن زمام المبادرة في أرض المعركة ما زالت بيدها من الناحية العقيدة العسكرية ومن الناحية العسكرية البحتة هل تتوقع أن هذه السيطرة ستستمر في ظل القصف الإسرائيلي العنيف هذا من جهة من جهة أخرى هل لدى الاحتلال المطاولة في حرب قد تدوم عدة أشهر سياتي اللواء أعود مرة أخرى للعقيدة الأمنية لدولة الاحتلال القائمة على خوض معارك استباقية أولا هي تخوض المعاركة تحدد طبعا التوقيت المعركة الجانب الثاني تخوضها على أرض العدو كما يسموه الجانب الثالث يعني أن تكون فترة زمنية قصيرة هذه القواعدة الثلاثة كسرت يعني يعني دمرت نظرية الأمن الإسرائيلي من يتقد القرار أبو خالد الضيف محمد الضيف بالمعنى القيادة العسكرية لقية القسام وعدد قليل جدا ولا مشرك حتى القيادة السياسية ولا القيادة لأن هذا فيه غالب السرية لأن تعرف نحن يعني العدو محما قلمنا من شأنه هو يمتلك التكنولوجيا العالية واستمع لك حتى في في مكان في بيتك ولذلك يعني كان مطلوب السرية هذه العملية أقدت الجانب السرية العالية كي سبقها خداع استراتيجي تدريب وتمكين علما الاحتلال يعرف تماما من المناورات أنه هناك تدريب لقية القسام على عملية استيلاء المستوطنات ولكن استعلاءه واستكبار وغروره كما حصل معه في سنة 1973 لم يصدق أن هذا المقاتل قد يقدم على معركة ويزمه الجانب الثاني غير التوقيت أنه خاضع على معركة يعني على الأرض التي سيطر عليها دولة الاحتلال بمعنى دخلوا أبنائنا بطرق بسيطة صحيحة ولكن تدرس في الجيوش وفاجأوهم مفاجأة كبيرة حينما تواجهوا مع بعضهم البعض يعني أنا أعرف أحد قائد قوات المنطقة الجنوبية يقتل على أيدي مقاتل فلسطيني وهو قائد قوات يعني بمعنى الفلسطيني حينما يذهب إلى هذه المعركة كان ذاهبا ولدي حب الشهادة يعني ذاهب لقي يقاتل حتى من هاي لا يوجد عنده أي تفكير بالهروب هناك من هرب أمامه هذه الفطرة التي رأيناها وهي كانت بسيطة تسجيلات نصف ساعة فقط أنا أعتقد ستبقى رعبا في قلوب المستوطين وجيش المستوطني من هانل عشر سنوات قادمة لذلك نقول أنه هل لا استطيع نتنياهو أن يتخذ قرارا بالذهاب إلى حرب برية واسعة في قطاع غزة؟ نعم ممكن يعقد هذا القرار ولكن نتائج القرار هل ينتصر فيها؟ الجيش دولة الاحتلال لم ينتصر في أي معركة ما بعد 1963 لا على الفلسطيني ولا على العربي وجربوا في لبنان وجربوا في قطاع غزة بالتحديد أربع حروب شنوا على غزة غير المعارك التكتيكية الصغيرة يعني 2008 2012 2014 2021 كان كل الشعب الفلسطيني أعتقد يعني في شهر خمسة كانت أعتقد كل الشعب الفلسطيني شارك في هذه المعركة اليوم أبنائنا حين دخلوا المستوطنات لامسوا قلوب كل الفلسطينيين وكل الشرفاء من أمتنا العربية هذا يوم عز وفقر لنا نعتز فيه حتى لو دقعنا ثمن ودم وأنا أتحدث لك وأنا من أمداء قطاع غزة ومن بلدة بيت حنون وأهلي الآن تحت النار ومطاردين لدينا ثلاث شهداء في العائلة أقول بكل فكر واعتزاز أن ما حصل لدينا من حالة رفع معنويات وذلوا إهانة لجيش الاحتلال يجعلنا نحتمل أي خسارة كانت والأهم من ذلك أنهينا أحد نقاط الحوار أو المفاوضات أو القضايا الحل النهائي الأسرة انتهى موضوعية الأسرة قبل قليل كنت مجتمعا مع وزير الأسرة لقد دور فارس وأطمنوا بأن حديثة اليوم لأسرانها ومتصل معهم طبعا بطرق الخاصة يجب أن تطمنهم بأن ما قاموا به أخوانكم يوم سبع عشرة هذا اليوم ألكم الفرش قريب قليلا من الصبر انتهت قضيتكم لذلك نحن نعتذك الفلسطينيين وهذه معركة كل الفلسطينيين ولا نترك قطاع غزة يتم الاستفرات فيها وهذا دور كل الفلسطينيين أيما كانوا في كل القرى والمخيمات والمدن بعد الضفة الفلسطينية قبل أيام منتقة ثانية علما الضفة قبل 21 شيء حتى الآن قلال 24 أو 48 ساعة دكتور أديب بعد ضربات الموجعة للمقاومة الفلسطينية على مدار أربعة أيام هل تعتقد أن الحكومة الإسرائيلية متمثلة بنتنياهو ستستمر في سلطتها في مكانها هذا من جانب من جانب آخر هل ستقدم الحكومة الإسرائيلية تنازلات بشأن الأراضي بشأن المستوطنات بشأن ملف الأسرة في الأيام القليلة وربما الأشهر القادمة دكتور أديب دكتور أديب الصوت لا يصلنا تفضل عندما تهدأ وقع النيران في لاحق الأيام ربما بعد أسابيع أعتقد أن هذا مستقبل الحكومة الإسرائيلية سيكون إلى زوال بالقطع ستكون هناك لجان تحقيق كثيرة في إسرائيل تحقق في الفشل الاستخباراتي في الفشل السياسي في الفشل الأمني في الفشل العسكري الذي حصل لذلك لا أعتقد أن مستقبل هذه الحكومة سيكون طويلا بعد أن تهدأ الحرب بعد أسابيع ربما أو أكثر أو أقل الآن يحاولون في حمقة الأمور أن يبدوا موحدين أقصد المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية في مواجهة المقامة المسلحة في قطاع غزة لكن في عقاب هذه الحرب أعتقد أن الأمور ستتغير تماما فيما يتعلق بالتنازلات بالقطع هناك الآن أوراق قوة لدى المقاومة الفلسطينية لم تكن في سابق عادية مثل هذا بمثل هذا الكرت ما القوة الآن عندهم أسرى في عدود حدود الآن يتحدثون عن قرابة المئتين أسير إسرائيلي بين عسكري ومستوطن لذلك أعتقد أنه بالقطع إسرائيل ستقدم على تنازلات عميقة فيما يتعلق بالأسرى وأعتقد أن هناك سيكون تبيض بالكامل للسجون الإسرائيلية وإخراج لأولئك الأسرى الذين مكتوا عشرات السنين ينتظرون مثل هذه اللحظة التي غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية هناك كانت محاولات كثيرة من القسام سابقا لإطلاق سرحة أولئك الأسرى باختطاف وقتل لمستوطنين أو محاولة أسر الجنود وما إلى ذلك لكن لم تفلح الجهود تلك عبر طيلة الفترة من تبيض السجون لكن المرة هذه أعتقد أن إسرائيل ستكون مرغمة على دفع الثمن بشكل كبير جداً أما ما يتعلق بالأراضي ومستوطنات وما إلى ذلك أعتقد أن المجتمع الدولي عموماً الآن بعد أن غيب القضية الفلسطينية عن أجندته خلال الفترة السابقة طول وحاول أن يلتفع القضية الفلسطينية من خلال المحاولات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية من خلال وصول الاتفاقات أبرام وغيرها أعتقد الآن علم تمام العلم بأن هناك من يستطيع أن يقلب الطاولة رأساً على عقب ليس فقط في فلسطين وليس فقط في منطقة الشركة الأوسط وإنما في العالم ككل الآن الخبر الأساسي الذي يسهيمن على أجندة العلام العالمي وأجندة السياسة الدولية الآن هي القضية الفلسطينية لذلك ما حصل حقيقة السبت وحتى اللحظة هذه هو عبارة عن بعث جديد للحياة في القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والصعيد العالمي وهناك حتى أولئك الذين صدروا موقفهم في الغرب قبل أيام أمس فيما يتعلق بالمؤاذرة لإسرائيل في هجمتها على حماس في كدر غزة أعتقد أن هؤلاء أيضا أشاروا إلى مسألة ضرورة معالجة معالجة جذور المشكلة القائمة في الصراع العربي الإسرائيلي لذلك والكثيرون الآن أسباحية تحددون حتى أوروبا في موقفها الأخير في المؤاذرة لإسرائيل أشارت ولم تجد بد من الإشارة إلا أن هناك جذور للمشكلة لا بد من التعامل معها ولا بد من الاعتراف بأن هناك حق للفلسطينيين ولا بد أن يكون هناك هذا الحق أن قرى النور قريبا لذلك أعتقد أن هناك سيكون حال حالة باتجاه محاولات محاولات الحالة السياسية محاولات الدفع سياسيا بإتجائج الماء لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك في متناول أيدي بالقريب العاجل مثل هذا الحل لأن هناك حكومة إسرائيلية الآن في حالة فشل كبير لا أعتقد أن هناك الآن أحد مؤهل في الحكومة الإسرائيلية لتقديم مثل هذه التنازلات دقائق يرجى الإجابة بدقيقة لو تفضلتم بذلك مشكورين أستاذ مفيد أولا يعني كيف ستنتهي هذه الحرب بدقيقة لو تفضلتم ستنتهي للصالح المقاومة المقاومة هي التي قررت البداية وهي التي ستقرر النهاية أي مغامرة يحسب الاستلال على غرار الحرب البرية ستطيل أمد المعركة ولكنها ستترسى العدو ثمنا كبيرا لا يتمناه وأعتقد أن المسألة لن تفضل بهذا الاستجاب طيب سيادة لواء ماذا تخبئ الأيام القادمة من تغييرات على المستوى العسكري بدقيقة لو تفضلت سعر الخلف قطعا نعم ما حصل يام 17 سيكون يبنى عليه في المرحلة القائمة لا أعتقد بأن هذه المعركة ستحرر فلسطين وأيضا إخواني وأبنائي اللي قاموا بهذه العملية يدركوا تماما ولكن يدركوا تماما بأن هذه العملية غيرت وجه الشرق الأوسط ليس اللي يغيرون نتنياهو بالشكل الذي نرى نحن تحالفات وإعادة التموضع والقوى الأخرى في المنطقة تفكر جيدا لم يعد حديثا الآن عن إدماج إسرائيل في الجسم العربي ولا منظومة أمنية بوجود دولة الاحتلال ولا كمان حتى ناتوا عربي بوجود احتلال نحن الآن في المنطقة قلنا ما لدينا وقدمنا ما لدينا وعلى الإخوة العرب أن يلتقطوا الفرصة يقفوا لجانب أقوانهم الفلسطينيين وهم ظهيرنا العربي لا نتخلعهم لا نتخلعهم وأنمتنا العربية واسعة والسلامي أيضا واسعة وحلافاءنا أيضا أقوية ممكن يقدمونا الدعم الكبير دكتور أديب هل يمكن التعويل على ما سيخرج بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب للأسف أنا لا أعتقد أن هناك من يعول على الجامعة العربية أو الوزراء الخارجية العرب لكن المطلوب حقيقة من الشعوب العربية أن تنزل إلى الشوارع وأن تضغط على حكوماتها وأن تمسك بزمام المبوبادرة للضغط بشكل كبير جدا على أن يكون هناك تحرك حقيقي لوقف هذه المجازلة التي تحصل لقطع غزة عندنا الجانب المصري هو الجانب الآخر المحاذي لقطع غزة إذا كان يمنع الوقود ويمنع الكهرباء وتمنع المياه وتمنع ويمنع الغذاء عن قطع غزة من الجانب الإسرائيلي لماذا لا يفتح الجانب المصري الآن لذلك على الشعب المصري أعتقد وعلى الشعب العربية أن تضغط بكل ما لديها من قوة لفتح الحدود جانب المصري والسماح بدخول كل هذه الإمكان من قطع غزة مخافة أن تسير الأمور بتجاهد أسوأ مشاهدين الكرام نتوجه في هذه التغطية بالشكر الجزيل إلى حدتنا من غزة عبر الهاتف طبعا مشكورا جدا مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية مفيد أبو شمالة أستاذ مفيد شكرا جزيلا وكان معنا عبر الهاتف من غزة أيضا الخبير العسكري والأمني سيادة اللواء محمد المصري شكرا سيادة اللواء وكان معنا عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحل السياسي الفلسطيني الدكتور أديب زيادة شكرا جزيلا لكم دكتور أديب شكر الموصول لحضراتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة